أعربت مؤسسة الشهداء عن إدانتها واستنكارها حيال التصريحات المسيئة وما تخرج به بعض القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من حملات لا أخلاقية ولا تمت للمهنة الإعلامية بصلة لتشويه الحقائق رئيس المؤسسة عبدالإله النائلي دعا الهيئات الرقابية إلى الاطلاع الكامل على عمل المؤسسة فيما يخص كشف ملفات الفساد والتلعب والتزوير في ملفات ضحايا الإرهاب كما دعا أيضا رابطة الشفافية التي نشرت الشرقية عنها إلى زيارة مؤسسة الشهداء والاطلاع على عملها بصورة مباشرة مبينا أن المؤسسة تملك الحق القانونية في إقامة الدعاوة على وسائل الإعلام التي تشوه الحقائق وإن المؤسسة تعمل لإنصاف جميع الضحايا بدون تمييزا طائفيا أو مناطقيا ولن تدخر جهدا في المطالبة بحقوق الشرائح المضطهضة وأوضح أن الهيئة القضائية في الأنبار أوقفت آلاف المعاملات الوهمية وغير الصحيحة ولكن المفسدين والمعقبين استطاعوا تسريب أكثر من خمسة آلاف معاملة من اللجنة الفرعية الأولى إلى تقاعد الأنبار وقد كشفت مؤسسة الشهداء هذا التلاعب والتزوير الهائل وأوقفت هدرا بالمال العام يقدر بمئات المليارات كما تؤكد منظمة شواهد لحقوق الإنسان وقوفها الكاملة إلى جانب رئيس مؤسسة الشهداء عبدالإله النائل بالضد من الهجمة الإعلامية الظالمة التي يتعرض لها بيان للمنظمة دعا هيئة الإعلام والاتصالات إلى التدخل لمحاسبة القنوات الفضائية التي تروج للأكاذيب ورفع دعوة قضائية ضدها وأشار إلى أن السيد النائل كان ولا يزال مدافعا عن حقوق ذوي الشهداء منذ أن كان عضوا في مجلس النواب إلى أن أصبح رئيسا لمؤسسة الشهداء ترجمة نانسي قنقر